موسيقى مساء الفل ازايكم الحقيقة كام يوم اللي فات دول العالم كله كان قاعد منتظر تقرير اللي حيطلع ويدين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ويقول ان هو اللي اصدر قرار بشكل مباشر على قتل الصحفي جمال خاشوجي وناس كتير هشكيكت قالتلك امريكا عمرها ما هتعمل كده امريكا عمرها ما هتخاطر بالعلاقات السعودية الامريكية دي السعودية شريك مهم جدا وجو بايدن مهما جرق لا يمكن يعمل حلقة زي دي بس حقيقة ان يوم الجمعة بالليل صدر التقرير بالفعل وجو بايدن اوفى بتعهداته الانتخابية لكل الناس اللي انتخابته لما قال انا هطلع التقرير ده وحدين ولي العهد السعودي مش بس كده انا همنع صفقات تسليح عن السعودية انا هنهي الدعم لحرب اليمن انا هرجع الاتفاقية النووية كل دي تعهدات كتيرة جدا كانت الناس شكة ان جو بايدن يقدر يعملها حتى الامريكان نفسهم كانوا شكين بس حقيقة الرجل اوفى بتعهداته لحد اخر تعهد او اخر وعد بس لو انا جيت قلتلك ان قصة التقرير دي مش زي ما هي بينالك او زي ما هي واضحة في الاعلام لان التقرير ده ورا قصة كبيرة جدا وتفاصيل متكتبتش او اتكتبت في الصحف الجربية فقط عندنا هنا متكتبتش عاوستعرف ايه التفاصيل دي حاوللك مش انا اقول لك لازم احكيها القصة بلول القصة كلها يا سيدي تبتدي ان كان فيه صحفي اسمه جمال خاشوكجي الراجل ده كان صحفي مقرب من العائلة الحاكمة السعودية فجأة كده اخد قرار ان هو يسيب السعودية ويهاجر على امريكا او يسافر على امريكا وبالفعل عمل كده وراح امريكا اول ما وصل هناك احتضنته مجلة اسمها واشنطن بوست وخصصت له مقال المقال ده يقدر يقول فيه رأيه صحيح ان رأي الراجل ده كان عجيب لأقصى درجة قعد يهاجم الاسرة الحاكمة بشكل كبير جدا مش بس كده ده ابتدى يهاجم السعودية نفسها ويهاجم الحلفاء ليها هاجم الامارات هاجم السيسي هاجم مصر انا عزوه لك ان هو شطب مصر مرة مش بس كده ده الراجل ده ابتدى يمجد في الاخوان ابتدى يتقرب من الاخوان ويقولك الاخوان دول ازاي كويسين وهيلين مش بس كده ده الراجل فجأة كده خد قرار ان هو يظهر على القناة الاخوانية ابتدى يروح يظهر على القناة الشرق ابتدى يتقرب من ايمان نور وايمان نور يتقرب منه طلع مرة مع متاز مطر يعني عمل حاجات كتيرة جدا يتقرب منها للإخوان والإخوان وجدوا فيه فرصة كويسة جدا يهجموا بيها السعودية ويقول لك اهو راجل كان شغال مع الأسرة المالكة السعودية دلوقتي نضم لنا وحيقول لنا كل الأسرار أنا عاوز أقول لك إن الراجل ده ما سابش حاجة جيره وقالها يعني كتب كل حاجة كل حاجة ما ممكن تتخيله أي حاجة هو عرفها قالها الراجل ده مرة في زيارة لتركيا خد قرار إن هو يزور السفارة السعودية كان يقول لك أنا هنا بقول لك كل التفاصيل وبقول اللي يا واللي علي لإن أنا إيه ناقل خبر أنا مش محلل فلازم أقول لك الكصة كلها فالراجل تكلم سفارة السعودية قال لهم أنا عاوز أجدد الباسبور بتاعي فيه ناس هنا بتختلف فيه حد يقول لك والله يكن طالع أو رايح السفارة ياخد تصريح معين وفيه ناس كتبة إن هو رايح يجدد الباسبور بتاعه فلح هيئة إن هو بالفعل يوم 2 أكتوبر 2018 راح السفارة السعودية ودخل السفارة لما دخل مطلعش يعني الراجل دخل السفارة السعودية مطلعش حد دلوقتي لا طلع هو شخصيا ولا طلعت الجثة بتاعته ولا أي حاجة منه طلعته يعني الحد دلوقتي ملوش أثر جوه السفارة دي الحقيقة لما حصل الموضوع ده دخلت تركيا السفارة وابتدت تفتش جوه السفارة عن جمال خاشوجي وفجأة كده طلعت تركيا قالت لك الراجل ده تقتل الراجل ده إحنا اكتشفنا أثار إن هو تقتل الحقيقة إن تركيا بتطلع فيديوهات وتقول لك دول سعوديين دخلوا جوه السفارة قاتلوا جمال خاشوجي وراحوا فين خدوا طائرة خاصة راحوا بيها على مصر أو ناس منهم راحوا على مصر ومنها على السعودية وفي الآخر ابتدوا يطلعوا كل شوية تصريحات عدائية ضد السعودية بشكل كبير مش بس كده ده المسئولين أو في بعض المسئولين السعوديين اتهموا ولاي العهد السعودي برضو مش بس كده اتهموا الملك سلمان شخصيا تبقى بيهم التصريحات تروح لملك سلمان شخصيا تدوا كل شوية يصعدوا ضد السعودية بشكل كبير لحد ما وصل الموضوع عند اردوغان اردوغان بقى لسانه بقى ايه انت عارف ابتدى يشتم في السعودية بشكل غير طبيعي وعاوز أقولك إن هو شن هجوم قاسي جدا ضد السعودية حقيقة العالم هنا وقف انتظر إيه اللي حيحصل بين تركيا والسعودية الأمم المتحدة هتصرف إزاي هلها تطلع تدين السعودية بشكل كبير أو ولي العهد السعودي لأن هو يقولك إيه بناء على استنتاجات خلي بالك أنا كل ده بكلمك وقت الحادثة كل الناس التي تنتجت قالت لك بص أدام جمال خشوجي ده كان مقرب الإخوان وكان بيعمل مع العائلة السعودية فأكيد أكيد ولي العهد السعودي مش حيسكت وحينتقم منه سبب إن هو يبعت الناس مقربين من ولي العهد السعودي ده تنتقم من الصحفي ده وتخلص عليه أو ولي العهد السعودي ده له صلة بمقتل الصحفي ده لأن والي العادة السعودي ما بيسكتش على حاجة زي كده بس برضو كل اللي طالع ده استنتاجات بس حقيقة العالم كله هنا وقف واعتمد على تقرير للسياي ايه ليه؟ كل العالم كل عالم كان واثق إن السياي ايه هتجب لك الآخر وكل الناس كانت معتمدة إن السياي ايه هي اللي هتكشف الحقيقة هل والي العادة السعودي متورد فعلا بقتل الصحفي ده؟ هل أصدر قرار بقتل الصحفي ولا لا؟ لأن غالبا كده مفيش حد في العالم قادر يجزم ان ولاي العهد السعودي لو صلى ولا فكله محتمت على الامريكان الحقيقة ان دونالد ترامب طلع فجأة كده وقالك على فكرة انا ما عنديش معلومة ان ولاي العهد السعودي متورد في الموضوع ده على فكرة ده تصريح لدونالد ترامب تصريح رسمي قالك انا ما عنديش معلومة ان ولاي العهد السعودي متورد والتصريح ده قاله بالدنيا ليه؟ لان كل العالم كان منتظر من دونالد ترامب يدين ولاي العهد السعودي مش بس كده دا دونالد ترامب قال للسي اي 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 ما تبعتيش التقرير بتاعك للكونجرس لان الكونجرس الامريكي الديموقراطيين اتقلبوا وتغازوا بشكل كبير جدا قالك ايه قالك لما التقرير بتاع السي اي اي دا لو طلع احنا بقى هنتصرف على اساسه ونبتدي نصعد ونفرض عقوبات على السعودية فدونالد ترامب وقف التقرير دا ان هو يروح للكونجرس وقالك لا التقرير دا مش هطلع وخلصت الحكاية على كده يعني دونالد ترامب خلص الحكاية عند كده ويعتبر ان الملف دا تقفل بدون اي حاجة الملف دا لما الامريكان قالوا مش هطلعوا اي تقارير او يقولوا اي معلمات خلصت اقفل بس حقيقة ان الديموقراطيين كانوا تمال يقولوا ان دونالد ترامب مخبي التقرير بتاع السي اي اي وكل الناس يتعامل مع السعودية على ان تقرير السي اي اي دا بيدين وليل عدد سعودي الامير محمد بن سلمان بس دونالد ترامب اللي مخبي عليها ودونالد ترامب هو اللي حامل الإدارة السعودية لحد ما إيه اللي حصل لحد ما حصلت الانتخابات الأمريكية وكان فيها جو بايدن وجو بايدن حاول يستغل الموضوع ده إنه هو يعمل إيه قال لمنظمات حكومة الإنسان وكل الناس اللي ضدوا دونالد ترامب قال لهم بصوا بقى أنا عكس إدارة دونالد ترامب أنا أول ما وصل الحكم هطلع على التقرير ده ده مش بس كده ده هيبقى من أوائل الحاجات اللي حعملها داخل البيت لابيط إن أنا إيه إن أنا حنهي حرب اليمن إن أنا ححاصر السعودية وحخليها منبوذة وإن أنا ححاسب ولي العهد السعودي للأمير محمد بن سلمان وعلى فكرة الراجل كان صريح جدا لأنه قال إيه قال لك ده هو اللي قتل أو أصدر الأمر بقتله والحقيقة خلصت الانتخابات الأمريكية بفوز جو بايدن والراجل لازم يوفي بتعهداته ووفى بيها وعد وعد حد ما جه يوم الأربعة طلعت رويترز وقيت لك إيه قيت لك ده جو بايدن بعد ما وقف صفقات السلاح وبعد ما أنهى حرب اليمن وبعد ما بيتكلم دلوقتي مع إيران إن هو يرجع الانتفاية النهوية حيطلع التقرير اللي يدين بيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهنا على حسب الحلقة اللي فاتت اللي أنا كنت عملتها لك وقلتلك فيها إن هو حيطلع التقرير وبعدين يكلم الملك سلمان جه أو جت الإقدارة الأمريكية عكست الموضوع ده جو بايدن قال لك أنا حكلم الملك سلمان الأول وبعدين طلع التقرير الإجراء ده كان جريب شويه ليه تعمل كده ما تطلع يعمل التقرير وبعدين تكلم الإدارة السعودية وبعدين هو وليه ما كلمش وليه العهد السعودي لأنه هو كان قايل أنا عمري ما هكلم محمد بن سلمان لأن محمد بن سلمان بالنسبة لي هو مش ملك أو رئيس أنا بس بكلم الرئيس الإقصادي إنما هو وليه عهد سعودي هو مش ملك فأنا مش ملزم إن أنا أكلمه مش بس كده طلعت مجلة اسمها في فورين بوليسي وقالت لك على فكرة جو بايدن بحاول يضغط على الإدارة السعودية أو يضغط على ملك سلمان إن هو يغير وليه العهد السعودي ده شو بقى قدي وصلنا لقدي ده تحليل إن هو حيضغط على ملك سلمان يأما يغير وليه العهد السعودي يجيب حد تاني يجير الأمير محمد بن سلمان يأما يهمشه وده كان طالع في فورين بوليسي وأنا كنت جبت لك المقالة اللي بتقول كده اللي بيدول ليك على عداء جو بايدن للإدارة السعودية إن أصلا مكلمش ملك السعودية في الأول يعني هو أكلم نتانياهو في مكالمة استمرت ساعة بعد إسبوعين من توالي الحكم ودي كان قلب الدنيا في إسرائيل فضل إسبوعين وأما يكلم نتانياهو ماشي مفروض تاني حليف كبير داخل الشرق الأوسط السعودية كلنا عارفين حجم السعودية بالنسبة لأمريكا فمفروض بعد إسرائيل إننا عارفين كلنا إسرائيل مقربة زي الأمريكا فبعد إسرائيل مفروض يكلم السعودية ده كلم مصطفى القاظمي بتاع العراق قبل ما يكلم ملك سلمان يعني الراجل أهو بيوري لك أولوياته هو كده بيكشف إنه هو مخلاش السعودية زوء أولوية حتى مش بعد إسرائيل ده خلها أقل كمان من العراق هو مهتم بالعراق أهم من السعودية مهم يا سيبي جيه يوم الخميس بالليل بالفعل جو بايدن تكلم الملك سلمان الحقيقة التقارير اللي طالع بتقول لك إيه؟ بتقول لك أصلهم ناقشوا أضايا اليمن وأضايا حوي الإنسان والكلام ده كله إنسا شوف كل التقارير اللي طالع دي مش هو ده الكلام اللي تكلموا فيه وعلنت عاوزه أي تقارير رئاسية ما بتقولكش المكالمة أو فحوى المكالمة الحقيقية حصى فيها إيه؟ لا يمكن مش هيقولولك هيقولك مواضيع تانية ثانوية مش ديه اللي تكلموا فيها بس حقيقة إن جو بايدن بعد المكالمة دي طلع تقرير الـ CIA وهنا بقى العلم كله وقف وقال لك ستوب بتعبقى نشوف التقرير بيقول إيه؟ العلم صدم صدم على فكرة مؤيدين جو بايدن صدموا قبل مؤيدين دونالد ترامب يعني مؤيدين دونالد ترامب اتصدموا برضا بس مؤيدين جو بايدن ما توقعوش كده يعني توقعو إن التقرير يطلع واضح وصريح إن التقرير طلع كريم لأقصى درجة ليه؟ بيقولك أصل الـ CIA طرى إن اللي عمل العملية دي ناس مقربين من محمد بن سلمان وإن محمد بن سلمان شخصيته قوية جدا ومسيطر على كل الناس اللي حواليه فأكيد أكيد مش هيعملوا حاجة جل ما يرجعونه ده فحوا التقرير خلاص التقرير طلع أربع صفح بس هو فيه صفحتين مهمين جدا باقي الأربع صفح دول مش مهمين فالكلام مش موزوع وبعدين هي من إمتى الـ CIA بتطلع تقرير زي كده؟ يعني تقرير الـ CIA طالع باستنتاجات ده مش طالع بحقائق الـ CIA لما بتطلع تقرير تقولك إحنا شفنا وعرفنا وموضوع ده حصل يوم كزا الساعة كزا ما حصلش تقرير كله طالع استنتاجات وتحليلات فالعالم كله تصدم أنا عاوز أقولك أكتر ناس تصدمت الـ CNN الـ CNN الراجل طالع يقولك ده تحليلات مراسلة بتاعت قناة CBS بتاعت قايت لك دي تكهنات الأمريكان مش مصدقين ده التقرير اللي انت وعدتنا بيه انتخابيا وبرضو كلام جريب ليه؟ لأن لما طلع التقرير ده السعودية طلعت بيان من وزارة الخارجية بيان كان جريب جدا إزاي؟ قلت لك على فكرة بقى احنا بنرفض الإساءة لحكامنا وقاضتنا بس في آخر التقرير طلع جملة جريبة جدا وواشنطن بوست وقف عندها تقولك ايه؟ تقولك تقرير بتاع السعودية قالك احنا بنشيب بالعلاقات المزدهرة بين السعودية وأمريكا يعني التقرير ده طالع عشان يسيق للعلاقات السعودية الأمريكية إزاي السعودية بتشيط للعلاقات الأمريكية السعودية؟ ومش التقرير ده إدانة بص بقى يا سيدي وبص اللعب السر كله طالع من مجلة اسمها نيويورك تايمز تقولك ايه؟ تقولك على فكرة بقى جو بايدن كان داخر وقالك التقرير ده اطلع ويدين محمد بن سلمان ونعمل ايه؟ نفرض عقوبات على محمد بن سلمان ونمنعه من دخول الولايات المتحدة امتى من أسابيع؟ الرجل عاوز يعمل كده الظاهر من ساعة ما دخل البيت لابينه هو مش عارف خلي بالك التقرير ده طالع بعد شهر من تولي جو بايدن دي برضو حاجة غريبة فالرجل كل الفترة دي المساعدين بتوعه بيقولوله بلاش ما تعملش كده الرجل مصر ان هو يطلع التقرير لما تيجي ببص في الفيديو اللي فات انا قلت لك ان السياة بتعمل تقرير للنشر خلي بالك الكلمة دي كويس قوي ده اللي طالع من الإدارة الأمريكية ان هم هيطلعوا تقرير للنشر تقرير للنشر حاجة والتقرير الأساسي يبقى حاجة تانية خلي بالك من الحاجة عشان باستبقى فاهم تقريري CIA ما بيدنش ولاي العهد السعودي بأي شكل بالعكس ده ممكن يكون بيبرقوا بس جو بايدن وعلى فكرة ده اللي طالع من الإعلام الغاربي بتقولك ايه بتقولك جو بايدن بيتعامل على ان محمد بن سلمان اولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو اللي راح قتل جمال خاشوجي يعني هو الراجل مقتنع بكده الراجل ده مش اصدر بس امر لا ده الراجل المتدخل بشكل جبير جدا في قتل الصحفي جمال خاشوجي المساعدين بتعجب بايدن قالوله ايه بتقوله بلاش لان التمن حيبقى غالي فالتقرير طلع بدون ادلة طلع استنتاجات طلع تحليلات حاجة تبرق وليه العهد السعودي مش تدينه هتقولي على فكرة ده كلامك هقولك بص على الامم المتحدة في مقررة للامم المتحدة مسؤولة عن الاعدام خارج القانون او خارج البلاد دي واحدة بتمثل الامم المتحدة بتقولك ايه بتقولك بناء على تقرير السعي ايه ده مفيش اي علاقة بين محمد بن سلمان ومقتل الصحفي جمال خاشوجي خلي بالك لو التقرير حمل معنى بدل كلمة نرى كلمة علمنا الفرق كبير جدا ليه لو كلمة علمنا مثلا كتبت لازم جو بايدن يفرض عقوبات على السعودية مش بس كده لازم يفرض عقوبات على وليه العهد السعودي محمد بن سلمان لسي سيري ايه ما عندهاش حاجة تقول ان هم عرفوا ان محمد بن سلمان فعلا اصدر الامر كده كده جو بايدن عاوز يطلع التقرير باي شكل ويدين محمد بن سلمان ده اقصى حاجة ممكن يعملها اي كلمة زيادة عن اللي كتبت في التقرير ده كلمة مباشرة من الاستخبارات الامريكية اتهاما لولي العهد السعودي لازم جو بايدن يفرض عقوبات لو فرض اي عقوبة اي عقوبة على السعودية السعودية حيكون ربض فعلها عنيف جدا مش بس كده امريكا حتتشلف الخليج على فكرة الكلام اللي بيقولك ده في واشنطن بوست بالحرف تقولك امريكا حتتشلف الخليج ليه اولا لو عاوزة تعمل اي حاجة ضد ايران مش هتعرف تاني حاجة واهم حاجة حتأثر على علاقات الدول الخليجية مع اسرائيل كل الاتفاقيات اللي تم توقعها في اتفاقية ابراهام ممكن يتم اتراجع عنها في ثانية السعودية لو قالت لأ هيتم اتراجع عن الاتفاقات دي وده واضح من ايه واضح لما السعودية اصدرت بيان بادانة التقرير ده الامارات والبحرين ايجدوا البيان معنى كده ان السعودية مش لوحدها اوعى تستقلب الموضوع ده السعودية مش لوحدها السعودية مع الامارات ومع البحرين اللي هما ممكن يلغوا اتفاقية ابراهام دي في ثانية واحدة برضو مش بس كده انت مش هتعرف تحرك في الخليج بدون السعودية مش هتعرف تتصرف في اي حتة في الخليج بدون الدعم السعودي هتفقد اهم منفذين خليج العقبة او مضيج باب المندم ومضيج هورموس مش هتعرف تخش وتطلع خلي بالك من تحالف الرباع العربي فجو بايدن برغم كل الحاجات دي كان عاوز تطلع تقرير يدين ولاي العهد السعودي محمد بن سلمان معرفش اقصى حاجة يقدر يعملها هيا دي اكتر من كده التمن هيبقى غالي على حسب وصف نيويورك تايمز التمن غالي امريكا خايفة من السعودية وكل اللي حصل من عند جو بايدن ان هو يدين محمد بن سلمان او يلبسوا قضية مقتل الصحفي جمال خاشوكجي جيب نتائج عكسية نتائج عكسية تماما انت هنا بتعمل عكس اللي انت عاوزه انت هنا بتبرق او بتخلي ساحة ولاي العهد السعودي مش بتدينه انت كده بتقفل ملف جمال خاشوكجي مهم فعل هتطلع تقولي تاني يعني معلش يعني امريكا ممكن تقولي تاني جل اللي تقال ما تقدرش تحليلا لجريمة قتل جمال خاشوكجي حسب التقرير الاصدق والاكثر علما في العالم اللي هو بتعسيها ايه ناس منقربة من ولاي العهد السعودي هي اللي قامت بالعملية دي مش ممكن حد عاوز يجامل وتاني حاجة تقل لي بالك ان تم محاكمة سعوديين بالجريمة دي وخادوا احكام من 20 سنة تاني حاجة ابن جمال خاشوكجي نفسه طلع عفى عن قتل جمال خاشوكجي رابع حاجة لازم تفهم ان مفيش حاجة اسمها ولاي العهد السعودي يصدر امر بقتل الصحفي جمال خاشوكجي حاجة ما عطو عقلش لان ولاي العهد السعودي كان في او لقاء مع برنامج اسمه 60 دقيقة البرنامج ده الاكثر مواجهة في العالم يعني بص بيسأله اسئلة مباشرة جدا بسألوه قالو له السعي ايه بدينك قالوهم لو فيه اي معلومة بديني ياريت تطلع للعلن فالراجل ده واسق في نفسه جدا الراجل ده لازم تفهم ان هو بيتحارب بشكل كبير جدا محدش من مصلحته ان السعودية تبقى قوية وتاخد قرارها بنفسها محدش من مصلحته ان السعودية يبقى لها حلفاء قوية جدا زي مصر الامارات البحرين اخيرا وليس اخيرا لازم بس تفهم حياته الموجة عالية على السعودية اليومين دول واضح كده مش مبسوطة من اللي بيحصل في السعودية والغرب مقلوب على السعودية بشكل كبير على فكرة بعد ما التقرير ده طلع طلع البريطانيا قلت لك احنا من الاول بنقول يجب التحقيق في مقطة الجمال خاشوجي الغرب مش مبسوط من اللي بيحصل في السعودية والموجة عالية على السعودية لازم تقف مع الملك بتاعك لازم تقف مع بلدك لان احنا اتعرضنا لكتر يعني احنا في مظاهرات 30 يونيو كان العالم كله ضدنا على فكرة ما كانش حد معانا قوي حتى لو هم كانوا ساكتين وعارفين ان الاخوان بيعملوه ده وهم مش راضين على الاخوان فساكتين شوية بس احنا شفنا المر بعد 30 يونيو واقفت صفقات تسليح ناس كتيرا كان ضدنا اللي واقف جنبنا الخليج لو انت جيت تبص دلوقتي اللي واقف جنب السعودية اخواتها بر يعني ولاي العاد السعودي لما دخل عامل عملية الرئيس عفتاح السيسي بعتله برقية بيقول له الحمد لله على سلامتك والراجل كان واقف جنبه كانو اخوه بالضبط لما السعودية طلعها ببيان الامارات والبحرين والكويت وقفوا جنب السعودية بشكل كبير وما تستبعدش ان كل الخليج وكل العرب مع السعودية اخيرا وليس اخيرا حافظ عمالك بتاعك وما تسمعش الاشعاعات اللي هي الغرب عاوز يوصلها لك ان هو يدين وليه العهد السعودي بأي شكل كان يقول لك بقى تقرير من السعودية تقرير من الكي جي بي فيش الكلام ده نفيش لو في حاجة كبانت لو الراجل ده كان عمل حاجة كبانت وبعدين مفيش حاجة اسمها نارة واصل استنتاجا واصل اي كلام يا باشا في الاخر يارب اكونش راحت لك الموضوع بشكل مبسط يارب انصر السعودية يارب انصر مصر وتحية مصر السلام اشتركوا في القناة